مشاهدين ساعة مع نبال يسعد مساكم سؤال ما حيرني بصراحة احنا ليه تايهين مشتتين مش عارفين احنا عايزين ايه يا طرح احنا تغنى عن نفسنا ولا نفسنا اللي تاهت عننا ولا احنا ما بقاناش نسمع ولا عندنا قدرة على الكلام عشان نقدر نتكلم معانا في اللي جوانا كتير مننا لما بيبص في المراية دلوقتي بيحس ان ملامحه اختلفت بيحس انه بني ادم تاني مش هو طبيعته مش هو الانسان اللي عارف ملامحه ولمسها بأيديه يا طرح في حرباية في بيتنا واحنا مش عارفين بقى فيه تلون غريب مفيه ثبات على شيء الفكر بيتغير السلوك بيتغير حتى افعالنا معتقداتنا تصرفاتنا اصدقائنا كل يوم بحال مرة اكتئاب وحزن وقلم ومرة بعادة عن الدين ومرة مش عارفين احنا عايزين ايه مش لقين اهدفنا طيب ايه اللي ورده ايه اللي بيخلينا نتلون ايه اللي بيخلينا نظهر بالوان مش الابيض والاسود زي ما احنا دايما متعودين ان اللونين الاساسيين ابيض والسود اما الاصفر والاحمر والاخدر والبني ده ما بقوش كمان الوان صريحة ده بقيت الوان مغلوطة مخلوطة ما تفهم لهاش هاي من ويه احنا دول احنا الناس دي ولا تبددنا ولا الحربية اللي دخلت بيتنا مش عارفين نخرجها ومسكت فينا ولا ايه الحكاية موضوع مهم جدا ليه التشتت والتوهان اللي احنا فيه وليه بنتلون بالوان اول مرة عينينا تشوفها هنعرف ده النهاردة بوجود دي في الدكتور احمد ايوب استشاري الصحة النفسية اهلا بحضرتك فد شرفت بك يا حضرت اهلا اتسلميلي جدا وبشكرك جدا للإستافة الجميلة دي انسانة زيك زي قيمة وقامة شكرا جديد ربنا بركتك عايزة ابدأ سؤالي ليه التوهان والتشتت اللي احنا فيه ليه لان احنا اساسا زمننا في مجتمعنا ناحية التصادية الدغوط النفسية ناحية الاسرة مش مزبوطة بصي تكويني الحياة دلوقتي اختلفت تماما حتى خمس سنين فاتوا انا عشر سنين فاتوا تماما بصي الدغوط تولد التوهان اللي حضرتك بتقول علي تشتت انا مش عارف انه اوصل ليه انا رايح ادرس ولا رايح اشتغل عشان اخد اوت يومي في الاخر طب انا هعمل ايه المرتب اللي هو بقى الفين اللي كان من عشر سنين مختلف تماما عن دلوقتي من احنا الاقتصادية فاصرت ضغط نفسي الاسرة دلوقتي برضو بقى فيها لغبطة بقى كل واحد كمان انا هميه نفسي ما عادش حد بيبص الخير لحد اللي هو النقطة التانية اللي حضرتك بتقول علي ليه الحربية اللي في بيتنا ليه الاشخاص والنفوس الخبيثة طب دول بيأثروا ليه هي الحربية بقت مرض نفسي الحربية بقت مرض نفسي يعني بقت مرض نفسي موجود في المجتمع دلوقتي كثير هل ان ده عذر ان احنا نتلون لا مش عذر لا مش قصدي على الحربية هل جزئية الحالة الاقتصادية والضغوط هل ده عذر يردي الانسان ان هو بيتلون لا 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 هو في حاجة كده في النحية اللي هو بيقول على نفسه المستشيخين في حاجة اسمها الطقية تمام ان انا بقول حاجة بخلاف ما باطن تمام ده خبز بس بيحلله فوقت ملا وقت تمام الشخص الحربية او القفعة او الشخص الخبيث اي ان كان راجل او ست وعادة يعني بتقال على الحربية دي اللي هي ست سنف الميل طيب هل ده تبريد لي لا هو بيبرر له نفسه انا بخدع ده او بكدب ده او بظلم ده او بأزي ده لا لا هدف في دماغي هو بيحلله انا في مرة من مرات كده بتبست بقول هو انت يا جماعة هو انت مش عارفين انك هتموتوا مش عارفين فيه ربنا ما انت لو مش عارف ربنا بخلاص يعمل اللي انت عايزه لكن انت ازاي مسلم او انت مسلمة وبتأزي الاخرين بتأزي جارك بسهولة جدا ومش عارفين ايه 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 مدى التوهان او التوهة او الضغوط النفسية اللي هتأثري بسبب الازل اللي انت عملتين بتأزي اخواتك وياه ما كفرت دلوقتي القسر دلوقتي اللي خد بيأزوا بعضيهم تمام والقرايب يعني نجي نبص انا مش عارف لهم اي سبب يعني نقدر يا دكتور احمد نقول فضل ان البعض عن الدين كان سبب من اسباب ظهور المرض النفسي والتلوقت التشتت والتلون بص همو النقطتين مختلفين تمام التشتت او ان انا تايه في الحياة بسبب الضغوط النفسية داشئ وان انا بواجه او حد في قسرتي او حد في المحتم بتوعي حرباية فمأثرة علي نفسي انتشئتين تمام طيب الشخص الحرباية دي او الشخصية الحرباية دي بتدي لنفسها التبرير عشان تأزي اه طيب الشخصية الحرباية دي عارف انها بتأزي عارف بس بتتجاهل عشان تتصل للاتجاه اللي عايزة بس انا دكتور احمد بقى عايزة اوضح حاجة اتفضل انا لما اصدت الحرباية في بيتنا اه واصدت اقول حرباية باللغة الدرجة عادي عادي او مش الحرباء يعني تمام اه في بيتنا ان احنا كاشخاص بقينا بنا تلون تمام مش ان وجود الحرباية في حياتنا يعني بمعنى ايه يعني احنا نفسنا مبقاش عارفين نفسنا تمام احنا نفسنا مبقى ناس سبتين تمام اه بقى في تغيير في افكارنا بشكل كبير جدا يعني النهاردة تقعد مع انسان بيتكلم مبادئ معينة ممكن لو فات شهر شهرين وقابلته هيتكلم بلغة تانية وباسلوب تاني طيب إلا من رحمة ربي تمام فهل فعلا احنا بقى عندنا عدم قدرة على رؤية انفسنا بالشكل المظبوط ده كلام صحيح وراحت مننا الرؤية يعني ايه بقى السبب وردها السبب الظروف كلها الناحية المجتمعية كلها والناحية الاقتصادية برضو كلها وانت مش عارفة انت عايزة توصل لي او انا مش عارفة اوصل لحد ايه او ايه مبدأنا ثابت عليه على فكرة طبيعتنا طبيعة البشر ممكن تطلعاتنا الزيادة ممكن ممكن تطلعات الزيادة اللي زادت عن الحد اللزوم وان هي ساعات بتبقى اكبر من الطاقة المادية والاجتماعية بتاعت الشخص ما هو برضو الجزء بص في حاجتين ممكن يكون عنده خلفية كبيرة جدا 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 في كذا النواحي وداخل موت شهر في كذا اتجاه فمن غلاله يعمله التوهان او التوه انا عايزة ادخل في المجال الرياضة او الاعلام ولا السياسة طب انا هتكلم فان ايه موضوع طب انا هلعب الرياضة الاول او اللي هصلي طب ده بيعمل تشاط نقطة كمان شخص اصلا ما عندهوش خلفية ومدركة لاي شيء ومش عارف يخش في انا مجال نقطتين دول مهمين جدا طب انا اعمل ايه اللي هتنين بقى بيييجوا منين بييجوا منين اساسهم بيبقى ايه اساس الشخصية تربية اه لسه كنت هؤلاء دلوقتي اه لسه اساس الشخصية 60-70% من التربية تربية بيأثر على السلوك طب الباقي اللي هو 30 أو 40% دول بقى خبرة الدراسة الثقافة المحيط المحيط ده مهم جدا إن كان من الأسرة أو من الزمايل أو غيره ممكن إنسان يكون سوي ولكن المحيط بتاعه مش مزبوط طبعا زي بالظبط فكهة فسدة في كلهم هيفسدوا عشان الفسدة وإيه واحدة بس هي فسدت كل هل الإنسان ممكن يتأثر ويتلون نتيجة أراء الآخرين المحيطين به خاصة وفيه أشخاص كتير دلوقتي بسبب التوان لحضر بيتكلمة فيه نعم بيرمي ودانه وعلشان كده هو خسران في حياته طول ما رمى ودانه للناس بتلاقي ده آه لا ده شاكده جميل جدا لا الثاني لا ممكن تغير لونه لا بس هو دايق لا طبع من تكون واسع شوفي أربع أراء في لحظة عشان رمى ودانه بس أنا لو ما رميتش وداني بص فيه فيه مقولة كده في التنمية وبرضو الدكتور برمي فيه قالها مصطفى محمود أو الدكتور مصطفى محمود قالها ارضاء الناس غاية في الفشل طيب الدكتور مصطفى محمود قال لي بقى لا تنظر لي قمتك في عيون الناس أو في وجوه الناس لو أنا بسط في قمتي حضرتك رأيك مختلف عن الجنبك مختلف عن الأوراقي طيب أنا لو خدت جميع القرأ في نفسي أنا هتشتت أنا هتدمر نفسي هل هل نقدر نقول أن التشتت ممكن يتوظف أنه هو مس لا ضعف سقة بالنفس في علم النفس يعني لا في علم النفس علم النفس ضعف سقة بالنفس زي ما بيقولوا دلوقتي جن ولا يعني ما دي مشكلة كبيرة جدا و أنا دايما بيقولها والله هل علم النفس بيعترف بدا لا ما يعترفش بدا ما يعترفش بدا ولكن أنا أنا كواحد متخصص أنا بقول لك معلومة وأنا أدها كويس جدا أي حد مريض نفسي أو أي حد فيه أعراض نفسية زادت الوصول للمرض يأثر أكتر من الهلاوس أكتر من المس أكتر من الحسد نفسه والزحر طالما أن نفسك مش مظبوطة صدقوني والله بتتعب يعني جات لمشكلة لسه أول مبارح بالضبط إن سانة 18 سنة بتصرخ بتزعق مضغوطة على طول تمام بتتخانق مع أخوها بشكل عنيف تمام أول كلمة الأهل قالوها لا إحنا معمولها سحر واخدنا لشيوه قلت له محارم عليكو كده أنتو أزيتوها طب ليه يا فندم حضرتك أنت تغطع ليه أتصدق ده أنا سايبها بقى لي أكتر من سنة متحملة بيت قلت له طب ما حضرتك واحد 18 سنة بتحمل نحن اقتصادية ومجتمعية وشكل كامل لبيت وأسرة أنت عايزها يعني إفردي هي مختلفة عن حضرتك قلت له أحيان ما تحملش قلت له ما تحملش طبيعي جدا هنجيلها ضغط زي البنت اللي كانت في البحيرة والتهمت في سمعتها ما أدرتش من الأهل ومن الجيران ومن الريف أم تواخد حبة الغلة عشان تنتحره خلاص الفكرة في حالتين بتحصل الحالة الأولانية أن الإنسان مش قادر يشوف نفسه تمام وده بيخليه مش مركز في أهدافه زي ما حضرتك قلت من شوية طب أنا أعمل إيه وأنا أعمل إيه والحالة التانية فكرة الإنسان اللي عايز يوصل لأهدافه ولكن هو عمال يتلون مش بشخصيته الحقيقية ومش بفكره الحقيقي لكن هو هدفه مش هيوصله إلا بالتلون ده في اعتقاده عشان يقدر يوصل وهنا برضو بيعيش تشتت طبيعي لأنه هو مش لاقي نفسه أصعب حاجة عند الإنسان إنه ما يبقاش شايف نفسه الحقيقية بيتكلم بلغة مختلفة بيمشي بطريقة مش بتاعته بيتعايش مع ناس مش بشخصيته الحقيقية إزاي الاتنين يدرقهم إن فيه مشكلة ويعملوا إيه طيب فيه فيلم جميل جدا أنا تذكرته وانت بتتكلمي اسمه تيرينتا لأحمد ميكي أحمد ميكي هو مش هارف يصل لإيه وقام اتحول من شخص خليجي وبعدين لمعلم مبلطغي فهو كان عايز يصل لكوة وبعدين للثراء وبعدين شخص مصقف حوالي خمس شخصيات في الآخر وفيه أغنية ما تحولش تكون نفسك إلا نفسك آه صح في الآخر بيقول كلمة بقى هو بقى لأ حبيبته وهو لسه بيدرس وهو بخبرته وهو مالوش علاقات مع البنات وهي حبيته كده حبيته بالشكل ده من غير تلون من غير تلون فهي دي الرسالة بتاعة الفيلم وهي دي اللي أنا برد عليك بي تمام اوعى أي حد عايز يصل لأي أن كان اتجاه أنت محبوب جدا أنت تدخل كذا مجال تقرأ وتتطقف من كل مجال أنك تدخل أي مجال جميل بس لنفسك بس أنت تهد طبعا عامل إيه أعود بقى مع نفسي كده أحصر أنا عايز إيه وإيه اللي أنا هقدر أناميه علشان أصل للهدف بتاعي إزاي بردو نوصل للإدراك ده دكتور ما هو أنا ما خلي بالحضرتك أن النماذج اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة احنا بنشوفها كتير جدا في المجتمع تمام وبنشوف الناس اللي بتتلون وبتغير من شخصيتها حتى نبرد صوتها حتى طريقتها التلون وهو بيئز الآخرين غلط لكن التلون المتاير أنا اللي أقصده أنا اللي أقصده فكرة أن الإنسان يدرك أن لازم يكون نفسه تمام إزاي يعني كتير عايشين مغيبين هو فاكر أن دي شطارة أو بالمعنى البلد اللي بنقول عليها فهلوة أنا مع كل واحد بتكلم بلغته أنا ممعد في أي مكان أعرف وتواصل وأعرف ما تقدر نقول ده منافئة؟ هل هو ده الإسلوب اللي بينجح دلوقتي؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا بس أنا عايزة أقول كلمة جميلة جدا للشيخ بن القيم المنعاش بالمكر مات بالفقر لو أبلت شخصية زي دي ومش مستريحة لها وده بقول رسالة دي للمقابل أنا قابلت شخصية منافئة أو شخصية حربية زي ما أطلقنا عليها أو شخصية مش مريحة على طول أتعلقت بي طيب هو في الموحيد بتاعي ومش قادر إن كان في الشغلة أو إن كان في الأسرة أو غير أحاول لأعزل نفسي علشان ما يحصلش الطاقة بيني وبينه علشان ما يقصرش علا أين هو الطاقة هنا؟ ما هو أنا شفتك أهو فيه بيني وبينك في علم الطاقة فيه زي حبل سري كده بس هو مش متشاف مدى قوته ومدى طوله هو مدى العلاقة لبيني وبينك مش أنت بتحلمي كده في وقت من الوقت بقى أشخاص ممكن بشوفتهمش أيها صح لا أنت شفتهم ده علميا بتبقى تشوفتهم إزاي وانت في شغل وانت في طريقك بس في اللحظة أنت مؤدركتك هاش عقل ما هحطش بس العقل البطن شافه صوره بعدين بيرتب عليه صورة في شكل حلم لكنت شفتين تمام طيب أنا دلوقتي فيه شخص قدامي دلوقتي خبيث وبتعامل معاه كل ما ازدادت الهلاقة كل ما ازداد السوء قدامي يعني دي طاقة متواصلة يعني حضرتك بتقصد أن الأشخاص اللي هما بيبقوا بالصفات دي أو بالطباعة دي بيرسلهم زي زبزبات أو طاقة سلبية للأطراف اللي قدامه أنا عايز أقول لك وقلتال أكتر من مرة فأكتر من مقاله فأكتر من خاطرة وقلت في فيديو وقلت في فيديوهات يا جماعة حذروا من المحيط بتاعكم ممكن يكون الإنسان سوي وجميل وطيب ونقي ولكن المحيط بتاعه هو اللي بيدمره إزاي؟ أولا ممكن يكون شخص خبيث أو منافق فأزي وممكن شخص هو بيحسده وحاقد عليه فبينصحه بنصائح غلط وممكن شخص بيحبه كل حاجة لكن هو ما عندوش الإدراك في المعلومة أو مش عارف ينصحه بشكل جيد فدايماً بيدمره فلازم أنطق الأشخاص اللي حوالي شخص إيجابي ناجح شخص سعيد ويسعدني شخص يسمعني يحتويني فوقت من أكون مدائق تخيلي شخص محيط بالتلاتة دول بس بس دكتور أحمد حضرتك برضو ما قلت ليش لو أنا ندرك إزاي ندرك إزاي لو أنا دلوقتي ربنا إداني وعي وحسيت أن أنا في خطر حسيت أن أنا مش نبال حسيت أن أنا بتلون حسيت أن الحربية دخلت بيتنا أنا ألحق نفسي إزاي إيه الخطوات للمفروض أعملها هل هل العلاقة بالدين وبربنا عامل هل مفروض أروح لحد متخصص من عوامل النجاح واللي عام ليه أنا دلوقتي مش مدركة نفسي لا أنا أدركت أنا أدركت أنا أدركت نفسي أنا دلوقتي نيبال أدركت نفسي أن أنا لأ أنا دي مش شخصية الحقيقية أنا مش دي اللي بتتكلم طيب أعمل إيه بقى إيه الخطوات اللي المفروض أن أنا أمشي فيها عشان أعالج نفسي من المشكلة أول حي أعود مع نفسي بالتشتت اللي موجود أول حيكة لازم أعود مع نفسي فيه كتير جدا أنا أنا ماشي كده فأنا بأكلم نفسي أعم أنت تجننت لا أنت أنا ما تجننتش ده الطبيعي المفروض أن أكلم نفسي مجتمعنا هو اللي بيحط النطاق تاني علشان يضمرك مجتمعنا هو اللي غلط الطبيعي لازم أكلم نفسي ده أول حاجة طيب أكلم نفسي إزاي يبقى رؤى ألم وأشوف أنا عايزي إيه الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها طيب إيه المميزات اللي فيها أحطها فرق والله العظيمة تفرق يسمعها مني وكل المشاهدين ياريت يسمعوني في اللي أنا بقول وراء وألم كده ويكتب مميزاته ويكتب أهداف اللي هو عايزها تمام المميزات دي يكيفها في أول هدف هو عايز يوصل له وهكذا وهكذا الهدف الأول أدركته التاني التالت طيب حال ده كافي ده كافي جدا حال ده كافي طيب أنا ما قدرتش طيب أنا ما قدرتش ده أنا عايز أروح اللي متخصص وده مهم جدا ما قدرتش تقدر تروح لمتخصص مرتين في الشهر يبقى أنت على أل على أل تتكلم مع صاحب ليك يقدر يسمعك ويكون ويكون يعني على قدر كبير من الحكمة والإدراك يفضل طبعا مش أي حد مش أي صديق لا مش أي خد طبعا لازم أولا يكون أمين ولازم أن هو يكون زوحيك ما يقدر ينسحك كويس جدا طيب أنا شكة أو ما ليش صحبة أو يبقى لازم أروح لدكتور المتخصص هو دكتور الصحة النفسية معناه إيه صديقك بأجر ده معناه في أوروبا وعلم النفس المفروض أنه أدرجة أولى ليه أن صلحة النفس صلح الجسد في دراسة في 2017 دكتورة أمريكية في مجلة علمية قالت كده بالنص حتى البرد أو الأنفخونزة سببها نفسي وجع السن حتى في تفسير الأحلام وجع السن يقول لك إيه تعب في الأقارب فلازم ننظر حوالينا مش فيه حاجة اسمها طاقة سلبية آه طبعا طيب إيه هي الطاقة السلبية الطاقة السلبية دي هي طاقة مكان إحنا أساساً لكون مبني على الطاقة أنا طاقة وإنتي طاقة لو أنا وديتك طاقة إيجابية بابتسامة حتى حتى في دينا بابتسامة هتولدي لي طاقة إيجابية؟ ما هو فيه برضو حضرتك بيقولوا إيه أو حضرتك عايزة أكمل بس المعلومة عشان أنا أوصل بس تبا تفضل تفضل جزئية أن في البداية حضرتك قلت أن حالة التشتت أو التوهن بتيجي من ضغوط نفسية طبعا طبعا إحنا حياتنا وحضرتك برضو قلت نفس الكلام في البداية أن الحياة صعبة جدا طبعا المسؤوليات كبيرة جدا فلما حد يسمعنا دلوقتي وإحنا بنقول أن الطاقة الإيجابية وإعمل كذا وسوي كذا هو أنا عارف أرفع راستي هو أنا ما هو الضغوط عنيفة والضغوط كتير جدا طبعا أنا ممكن أسألك سؤال حضريك أستاذ أنا برمي مش بتشرب قهوة أهو بشرب قهوة حلوة جدا بتشربها فين؟ في البيت حلوة جدا ممكن لو سمحت بستأذنك وأنت بتشرب القهوة في الربع ساعة دول تقفلي عن نفسك الباب تشغلي موسيقى أنت بتحبيها أو حتى القرآن أنت بتحبيه تسترخي بس هو دي الرسالة اللي بقولها لكل المجمور أهو أنا مش طالب منك الربع ساعة في اليوم أنت لو عايزة تعمل أنت حضريك بتقولها هو مفيش مساحة مفيش وقت بس حضريك لك وقت أنك بتشرب كوباية شاي أو كوباية القهوة اللي بكيفة ما هو ده بقى الدكتور اللي أنا كنت عايزة أقوله أتفضل أن جزئية أن دايما الناس عندهم أعذار يعني يعني مثلا لما بنشوف الأفلام القديمة الأبيض و السود اللي هي من أيام يوسف بي وحب تمام تمام كنا بنشوف أن فيه فقر وفيه ضغوط وفيه احتياجات وماشي ما فيش في جيل ومش عارف إيه بس ما سديتش ضغوط فانت حياك قصد إزاي ولكن الناس كان عندها بسمة تمام عندها أمل عندها الحياة ليها طعم دلوقتي ما بتسمعش أي إنسان إلا ما بيقولك حتى رمضان بيقولك رمضان ما لهش طعم يعني رمضان اللي بنستناه من السنة للسنة بيردوا ليه رمضان السنة دي ملوش طعم ليه إحنا هل إحنا التشتت والتوهان اللي إحنا فيه والتلون اللي إحنا بقين عايشينه وفي شخصياتنا بقى مش مخلينا نشوف إلا الغر الهم الغر الهم وضغوط دفع لو دكتور مصفحة مداركي لو فكرت في المشاكل هتسرع عليك طب ما نديها بقى بكلمة رسول مصفحة مداركي قال لك إيه تفاق لي بالخير تجدو هي دي دي طاقة بالظبط إحنا بالظبط في الحياة دي زي ما إحنا بنبص في المراية أنا بابتسم هتلاقيك لوحدك ابتسمتي فيه لأنك وكل زمان وأنا عملت في محاضرة عن فيلم التواصل فطلع الراجل قاعد يضحك يضحك وكلهم بدأ يضحك وتفعلوا هم مش فاهمين هو بيضحك يا ليه بس هو بيضحك دوماس كله ضحك ضحك الضحك عدوى طب الهم برضو عدوى طب أنا لو ركست في الهم والمشاكل طب ما أنا برضو معزورة طب ما أنا بفكر في المشاكل أمر طبيعي تفكري في الضغوط اللي أنت فيها لكن مش الأمر الطبيعي أنا استمر عليه ما دكتور كان بيقولوننا دايما الفرح عدوى حلو الفرح عدوى كان فيه مثل كده مش فاكرة طبعا بس كان بقول الفرح عدوى الضحك عدوى والفرح عدوى تمام طب ما تيجي نضحك لنفسنا أقول لك الحاجة حصلت والله أنا عملتها أنا كنت من ده في وقت فدخلت في البحث الفيسبوك وقمت كده نكت ودخلت على صفحة فلاقيت واحد كاتب طب أقول له نكت رخمة أو نكت سريعة وبدأت أبص وأضحك أبص وأضحك إنه كده عجبتني وبدأت أضحك عارف أبضحك على نفسي بفرح نفسي فيه بقى مشكلة تانية فيه حد مستقتر على نفسه الضحكة واللي المحاطين بتاوي يا عم تبتتحك على إيه تا هو شايف حكة بتتضحك يا عم أنت بتبتسم وحد اللي داعي لذكر اسمه أو القصة يعني عموما حد بيشوف حد يبقى بتاسم أو بيدحك أقول أنت أكبرت تكبرتي لا في مقولة برضي تانية حافظ على الجزء التافي في جسد محتاجين ومن فترة لتانية الله ينور عليك هتحتاجوا فوقت أنا دكتور دايماً بقول إن السعادة وهم لا مش وهم ما أنا هقول لحضرتك ووجد لك السعادة وهم لأنه ما فيش سعادة مطلقة في الحياة تمام ما فيش حاجة مطلقة حتى اللحظات اللي مبقى فيها السعادة بتبقى لحظات تمام مش شيء سايد في حياة تمام تمام فالسعادة وهم فلو أنت اتشبعت بالوهم ده هتمتلكك فهتلاقي كل حاجة بتعملها بسعادة تمام هو موضوع تعود يعني تعود بالزرع تعود حتى على ابتسامتك تعود حتى على طريقة الكلام على اختيار العبارات على الكلام اللي بيدخل السعادة والسرور على الآخرين يعني أفتكر يعني الناس الكبار وأجدادنا كانوا زمان بدايما كلامهم كله خير تمام كله كلامهم حتى مهما نبقى في مشكلة أو أزمة أزمة مادية حد بيموت ولكن تلاقي حتى الكلام عمل زي الحاجات القديمة كلها تطلق جبايا على فجرة كلها كلت يعني فإحنا تنقلنا نقلة صعبة جدا ده حتى حضرتك على الفيسبوك يعني لا بنتكلم في التفاهات الزي ده عن اللزوم لا بنتكلم في الأحزان لا بنتكلم في المشاكل الرهيبة اللي كلها تجيب اكتئاب يعني إحنا ما بقناش إحنا إحنا علشان العالم يتغير وعلشان السياسة تتغير وعلشان اللي أنت شاهدها لإني خلي بالك كل حاجة ببرمجة وكل حاجة بسياسة تمام فلازم يدمروا نفسيتنا عشان إحنا نتدمر تمام وبالتالي ده اللي أنت شفتيه على السحة أو الفيسبوك أو النت أو غيره تمام وبعين في المشكلة كمان إحنا حصلنا نفسينا على الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي الافتراضي مع هادش حتى بنرفع التليفون مش الواقعي بزيكة أستاذ النبال أو زيكة دكتور تمام دي مشكلة كبيرة إحنا لازم نرجع تاني زي زمان نتصب ببعض ونقابل بعض وكلام ده كله دي معنى أن إحنا حصل لنفسينا في العالم الافتراضي ده إحنا غيبنا تمام ووصلنا لنطلع ربنا الكلام فيه اللي هو التشطت طب ليه والتلون والتلون عشان التلون ده كرسة بصراحة يا دكتور يعني بصراحة بقينا نعاني منه مشكلة عدم الاستقرار النفسي مشكلة كبيرة مشكلة أن الإنسان ما يبقاش ثابت على عقيدة وعلى فكر وعلى اتجاه بص أي حد مش ثابت على حاجة وإنت شايفها أنه بتلون أو إنسان مش مصبوط أو أنت مش مستراحله والعين البصيرة أكثر من العين البصر طيب مش مستراحله خلاص إطاع علاقتك بنهائي علاقات سلة جدا جدا خاصة نقطتين مهمين جدا أي شخص بينتقد وخاصة النقد العام عشان يحرجيك وأي شخص بيشتكي النقطتين دول بسببوا طقة سلبقة في المكان والأشخاص فزاع فزاع تمام هو الله دي كنت اضحكت هو وقتلاقي أدركت الأشخاص المحتم بيكي من اللي بيشتكيه لها على طول من اللي بيشتكيه لها على طول كلام ده كله أي حد يركب لك الأهم إطاع علاقاتك بيه نهائي ودي أنا بقولها وعلى مسؤوليتي والله ترتاحي دي نقطة النقطة الثانية هو الأهم عارفة زيما حضركم تبتكلمي عن زمان زمان كان دايما يدخل رجل البيت كده اللي هو السي السيد تمام فيقلع جزمته برا دلوقتي ايتيكيت زمان جنفصروها قالك فعلا الجزمة بتعمل طاقة سرباء من الشارع أو من الحاجات الشوائب من برا فتتحط برا بس على باب البيت كده في إيه في الجزمة الماضي تمام قالك بالليل ما تعملش بالمقص صح في أمثلة قديمة ايه ما نقصش توفرنا بالليل بالليل ليه جنفصروها لما اتقق قالك انه بتقطع بتقطع كده طقطك الرسول المصوصين برا قاليه من 1400 سنة وعزيط تمام قالك تاكل سبعة امراض طيب جنفصروها قالك بتعمل هالة زرق كده حواليك تمنع منك الطاقة السلبية او الحسد او الحسد او السحرة او اي شيء سلبي تمام طيب احنا بنسمع الكلام ده بنسمع الحاجات القديمة او كلام الرسول لا ما بنعملهش طيب انا دلوقتي دخل في مكان وعايز اعط انا دايما بعمل كده بمسح كده وبسم الله عشان لو في طاقة سلبية انا دلوقتي كأحمد انا زعلان ومخلو وجيت عادت في المكان ده ومتقاين الطاقة بتاعته بتوقع حوالي 20 سنين لو جيه الاستاذ محمد او احمد او اين كانوا جيه عادت مكاني هيستقبلهم احنا مبناخدش برنا من يعني هي كلها حاجات بسيطة حاجات بسيطة بس احنا مبنستخدمها ايش طب يعني القدرة القدرة على التلون وقلت في المقدمة ان احنا كن يعني عارفين اللونين الاساسيين بتغنى الابيض والاسود المشكلة بقى يا دكتور ان دلوقتي بقى بيظهر الوان ما خدناهاش قبل كده يعني معادش معادش الالوان بين الابيض والاسود بيبقى فيه الوان تمام اللي هو الرمادي او الالوان التاني الرمادي احمر صريح اخضر صريح صح تمام تمام دلوقتي انشق منهم الوان احنا مش عارفين نتعرف عليها تصوصيك الاشخاص ولا انا شخصيا في البناء ادمين في البناء ادمين انا هيتك من الشخصية دي اه قلتلك اي شخص يسرق منك طقتك وزي ما قلتلك الانوحهم يبعطحهم خلي بالك دكتور بردو خلي بالك دكتور فيه حاجات يعني انا دايما بقول ان الناس البعد سهل يعني مثلا لو انت في بيت واحد تمام ودي الاسرة اللي موجودة تمام وده ابنك او زوجك او الام او الاخت ما دي اسرة ماشي من اقولتك تبغضي النفس ازاي اه ما خليش فيه طاقة بيني وبينه دايما انا بدان بصصلك كده الطاقة وصلة لي لكن انا تجنبت ما فطرتش اي موضوع معاه عارفة زي انت مش بتشوف كده دايما دايما اتنين في اجتماعات او في اي اسرة او اي حاجة لما بيبصروش فيه حد فيه هما بيبصروش اه تماما تأكدي ان فيه حاجة بينهم بعض تأكدي ان فيه حد بيقرأت تاني او فيه حد متدايق من التاني العين بصيرة لوحدها بتدي دي رسالة لوحدها هو ما فيش حد بيدركها هل برضو نقدر نقول مفتحش اي موضوع هل برضو نقول ان الالوان اللي انا بتكلم عليها وحضرتك بتستغربش من تعبيراتي انا معاك الالوان الغريبة اللي بقيت ظهرة بشكل كبير في السلوكيات البناء دمين سببها التربية التربية اه التربية والله والله وانا بحلب بصي ده وارف اي علم علم التنمية الطاقة اه صحة نفسية علم الاجتماع علم البيئة كله مأثر في التربية طب ممكن يكون اتنين توقم اتنين توقم دعين من نفس البطنة واحدة في اليوم الواحد اه الاب والام تعامل مع واحد بشكل غير شكل تاني شكل تاني تمام والاحتواء والسند والارتواء التربية والاحتضان الشخص مختلف عن التالي تفرق تمام طب المفروض الاب والام يعملوا ايه في البداية يعني لو حاسهم ان ابنهم مثلا بيتلون في نقطة مش بيزهر بالصورة الطبيعية في نقطة أنا نستها الوراثة العام الوراثية طيب انا ليه قلت التربية معاها دي الرد على حضرك بتقول ايه انا شفت ابني مثلا بيجدب دايما اروح اجرى على طول هتعلم هتعامل معاه ازاي ده ان ما كنتش عارف تمام بيجدب دايما طب اعمل ايه طب اضربه المهم ان يبقى فيه وقفة ما دي مشكلتنا برضو حتى على المستوى ده ما فيش قانون ما فيش عقاب للإنسان ده في دكتورة علم نفسي في أمريكا من كم سنة انا عملت حي كده قامت تعرضت خالص في الشرع وقامت حطت قدامهم ألم وسكينة وماقص قارت لو سب في النهاية خالص في آخر الدراسة في آخر الدراسة لو أطلقوا الحرية للبشرية هيبقوا أكثر ما هم أكثر وحشية من الحيوانات يبقى لازم للحرية أو للتربية قانون يبقى الأب والأم لازم يراعوا أنا شفت ابني ذا كداب أو في خبس أو بتلاعب أو كده يبقى لازم الأب والأم يبقى فيه وقفة علشان بعد برضو يدركوها إزاي إيه التصرفات التصرفات تبقى ظاهرة قوي ما هو إحنا دايما طب إحنا بننبي ولدنا على تفعل عمو يا بابا أنا دايما يا دكتور ببقى لما بيبقى في ساعة مع نبال بطرح موضوع معين بيبقى ليه مغزة المغزة ده ممكن الأسم يبقى فيه شيء من الدعابة أو الابتسامة ولكن هو له أبعاد كبيرة له أبعاد نفسية كبيرة تمام الحالات اللي أنا بتكلم موضوع التلون ده بقى منتشر ولازم كنا نبقى متفقين أنا متفقق معنا أنت بيبقى موجود معاك صديق أو أخ أو كذا كل مرة بتشوفه بشكل تاني ومش هو مش هو الشخص تمام وممكن ده يحصل لنا إحنا كأفراد مع الوقت تمام حددك قلتلي إزاي ندرك الأمر ده تمام أنا لو أم بقى في البيت وأب وبربي وبدأت أحس أن فيه ملامح معينة على إزاي أولا أنا كأم وأب أنتبه ليها والحل التاني أن أنا أبدأ أدعم الولد أنه لازم يروح للمتخصص ولا أنا اللي روح للمتخصص وأبدأ أنا اللي أدعم لازم لاتنين لازم لاتنين يعني الإبن أول حاجة لأم تروح للمتخصص أو تمام وتبتدي تتعامل مع ابنها بالشكل ده ورجعنا تاني وحربايا في بيتنا يا ترى أحنا عارفين ولا مش عارفين وإيه أصلا اللي دخل الحربايا بيتنا ما إحنا كنا دايما بيتنا إحنا اللي ملكنها وإحنا اللي بنتحكم فيها بقينا نتلون كل يوم بلون يا ترى دا من إيه والدنيا مش مش يا معانا زي ما إحنا عايزين أنا هقول لكم من الآخر دكتور أحمد بقى نكمل الحلقة ويقول لنا قصة الحربايا اللي في بيتنا واللي دخلت وإحنا مش عارفين وغيرتنا وغيرت حياتنا دكتور أحمد موضوع الحربايا دا بصراحة يعني مجنني التلون اللي إحنا فيه كل شوية وكل شوية بقى فكرنا مختلف وعدم السبات دا شيء نفسي غير سيلم دي أول نقطة النقطة التانية إن إحنا بقينا بنعمل حاجات غريبة جدا زي إيه مثلا ردودنا على بعض قصية أيوة ممكن إنسان قدامك يبان بالمثالية والقيم والمبادئ وهو من جوه حاجة تانية خالص تمام ممكن إنسان يبان بالخير والحب وهو إنسان شر جدا من جوه تمام تمام هل في حد جالك قبل كده مريض عنده التشتت أو عنده حالة التلون ده وقلت له إن أنت علاجك إن أنت بعيد عن ربنا طيب هقولك على حاجة لا موضوع بعيد عن ربنا ما قدرش أتكلم فيه أنا أنا بديله نقطة في الآخر أو قرب لربنا ممكن أنت علاجك إنك تقرب لربنا ما ينفعش أنا دكتور صحة نفسية فأنا هعالجه من ناحية نفسية تمام يعني ناحية الدين دي بقى لازم يتجه بقى لشيخ وهو يتكلم معاه في النقطة دي لكن رسالة الأولى بس لناحية أي حد ما تشتت أو أي حد حاسنه وتائي صدقني مش هتوصل لازم توصل محدد حتى في الطاقة هدف أنا عايز أوصل للغنب طب الغنب ده ليه؟ لا أنا عايز شقة شوف أنا كده حددت هدفي طب أنا عايز شقة ليه؟ أنا عايز أتجوز لازم الهدف يكون واضح لنفسك عشان الكون كله يترتب عليك أنت اللي بترتب الطاقة الكون مش هتكون هو اللي أنت عايش في كده أو اللي هو الغطن لا أنا عايز أنجح هتنجح بس لما تسعى فالكون هيرتب لك الأمور بقى طب أنا مسعدش في كلمة جميلة جدا قارتها من كم يوم إيه هي؟ الكون مبني على الحركة طب الإنسان سعى؟ فوصل بقى للنجاح بتاعه خلاص ما هو الكون مبني على الحركة والإنسان بيسعى هيصل صحي خلاص؟ طبام طبام نقطة بقى مهمة أنا جالي واحد أو أنا قابلت في العامة سميش مظبوط يبقى هو أصلا مريض نفسي طيب في من أنواع الأشخاص يعني إيه؟ أنا عايز أبين نفسي أن أنا صحة فرد عليك رد أجريسف يعني واقحة أو عشان أنا نصح لأ ده غلط لأ ده غلط ده في باب للجنة لأصحاب الكلام الليل ومن كان طيب ليل سهل داخلين كده الجنة كده من غير حساب الناس مش مدركة ده تمام؟ طيب أنا في أنواع شخصيات تانية زي الشخص النرجاسي هو بيتعامل معاك بعنف على طول هو مش شايفك هو بيتعامل أن أنت مهمشة هو شخص متعالي عليك تمام؟ طيب أنا قلت أنا لازم أبقى تعامل في بقى شخصيات بقى اللي هو عايشة دور الضحية بيحب بقى الدور النرجاسي ده بس هم متعذبين في حياته معاك هم دي طبعتهم طبيعة الشخصيات اللي هو عايشين دور الضحية دي طبعتهم كده هل سقط الإنسان في نفسه ما بيبقى عامل مهم جدا أيها أنه واثق في فكره واثق في أفعاله واثق في كلامه واثق في قراراته هل ده بيبقى عامل مهم جدا أنه يعرف نقولها بالكلام الدارج يعني أنه ياخد اللي قدامه على قد عقله يعني هل إنسان كل ما يعني ما يبقاش محتاج أنه يتكلم عن نفسه كتير ما يبقاش محتاج أنه يعبر عن فكره كتير سايب أفعاله هي المظر الأساسي للتعبير عن شخصيته نحن دلوقتي وصلنا النقطة دي في ناس كتير خلاص أنا مش عايزة مشاكل طب خلاص أنا موافقة لأنت عايزة تورك لا في فرق دكتور بين أن أنا مش عايزة مشاكل وفي فرق أن الشخص واثق من نفسه فبيعرف يتعامل مع الألوان دي يعني أنت عامل لأنت عايزه مش أنت قلت حضريةك دلوقتي اللي هو إيه بأخده على قد عقله أه أخده على قد عقله ده هو رجل بيراح نفسه وهو بيراح اللي قدامه خلاصنا هو وصل لحالة حاجتين من اتنين يهو عنده ضغط نفسي وضغط جواه ومش عايز مشاكل ومش عايز داوشة يما حالة من النطق خلاص هو فيه من الشخص ده فبيريعه خلاص خلاص فينين من النطق دي طب ناحية الشخص اللي وصلت من نفسه هو عادة الشخص اللي وصلت من نفسه ما بيقتمش لكن شخص وصلت من نفسه ومغرور فبيقحم نفسه فيك فهو عايزك تعمل اللي هو عايزه كبيسيطر عليك تمام؟ بيقتم الكلام وبينسمه تكبر تمام؟ دا له شخص برضو نرجسي دا درجة عالية بقى في النرجسي يبقى أنا لازم إيه؟ لازم أبعد عن الشخصيات دي نبعد عنها وفي نفق وما نتأثرش بيها أيوة طبعا هو أنا أبعد ليه؟ عشان ما تأثرش وما تجليش الطاقة السلبية اللي بتجيلي دي بقى بالزبط كده والإحباط والإكتئاب أدور للناس اللي بيسعدوني تمام؟ حضرك دايما سؤالك عالناس المتلونة أو المنافقة أو 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 أنا ليه دايما أكون بقربهم؟ خليه في حاله خلاص بدم أنت متلونة وأنت شخصي يعني كداب وبتيجي بتتخبس علي طب أنا مش مرتاح له خلاص مش عايزك في حياتي طيب دا خارج البيت تمام؟ طب أنا ما قلت قبل كده ما أفتحش البيت بدم واحد أنا مش عايزة يخش بيتي بيتصي باب التليفون ما ردش عليه بدم هو إنسان بتلون يعني الموقف اللي الإنسان يغضف حياته إنه يختار هدفه يختار طريقه الهدف لازم يكون واضح يبقى شايف نفسه صح بطريقة مزبوطة هو دا الأساس علشان الحرباية ما تدخلش بيتنا تمام وما نبقاش عارفين جات لنا منين تمام؟ ولو حتى دخلت هنقدر بوعينا وإدراكنا وفهمنا إنه إحنا نخرجها وما تبقاش موجود عنها لازم وأبو كرر تدور على الحاجات اللي أنت تسعد بيها نفسك تاكل جلادي تتماشى على كورنيش تاكل شوكولاتة تحب المصاصة ترجع تفلتاني تسحب أصحابك وتروحوا ملاهي تدور على أي حاجة تسعد بيها نفسك وتدور على أي حاجة تحب الرسم تحب كتابة تحب ولازم نتكلم مع نفسنا لازم نتكلم مع المحاطب بتاعنا اللي يستقبلنا وينطفطب علينا دكتور أحمد في نهاية البرنامج أنا دايماً بقول أن حبنا لنفسنا من الأساس هو بداية نجاحنا في حياتنا والحب اللي بقصوده مش الحب الأمانية الحب بأنك عارف أن أنت إنسان ليه قيمة وليك فكر وليك أدمية وحاسس بنفسك ومن هنا أنت بتقدر تشوف الدنيا بنظرة تانية وتعرف تدي طيب أكملها لك وأنافل سلمة حضرك عايزة اتفضل فيه قانون اسمه قانون الاستحقاك لازم كده أقول أنا أستحق الجمال أنا أستحق الحب أنا أستحق أكون غني وأنا أستحق الصحة الجيدة لازم أقول الكلام دي عن نفسي والمؤخرين دي بتبقى جلسات كمان بتتعامل يا دكتور والمفروض عاملنا مع نفسي قبل وراء لأي دكتور والمفروض إن إحنا دايماً نبقى شايفين إن إحنا نستحق كل حاجة حلوة ودايماً نتمناها ودايماً الخلوة اللي بتبقى موجودة بيننا وبين رب العالمين كلها بتبقى طلب إن ربنا يدينا الأطمئنان والسكينة وراحت اللال ويبدل دايماً أحزننا لفرح وحب ويدينا الطاقة يعني دايماً والقوة دايماً عشان أستحمل الضغوط اللي موجودة وعشان قلبك دايماً يبقى جامد دكتور أحمد بشكرك جداً وبشكر وجودك معنا في ساعة مع نبال ورمضان كريم الله أكبر في ختام ساعة مع نبال عايزة أقول إن لازم نشوف نفسنا كويس ولازم نرجع لملامحنا الحقيقية مش المزيفة مش اللي بنحطها ونغيرها ولازم نرجع للألوان الأساسية أبيض واسود ويعني بين البنين في أمور الإصلاح والصح والطريق السليم أحلامك قدام عنيك بتبقى موجودة في السماء بيدور حواليها الملايكة لغاية رب العالمين ما يأذن بتحقيقها لكن علشان يأذن رب العالمين لازم السعي لازم إنك تمشي وتبذل مجمود وتفهم إن الحياة مستهلة وإن إحنا مش جايين نلعب فيها إحنا جايين نجاهد نجاهد كل حاجة وأولها جهاد النفس اوعى الحرباية تخش بيتك اوعى خليك دايماً واثق بالنفسك وعارف طريقك وعارف أنت عايز إيه ساعتها هتنجح وهتوصل وهتحقق اللي نفسك فيه دايماً في ساعة معني بال بقول لسه الفرصة قدامنا دعوة للحياة سبراً لحيا